في غوظ ذلك نكيست الأعلام على مقار الأمم المتحدة اليوم الاثنين ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في حرب إسرائيل على قطاع غزة وأنزل عالم الأمم المتحدة ذو اللونين الأزرق والأبيض غدت إعلان سقوط عدد كبير من القتل والجرحة في قصف مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة وأعلنت مكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأونروا الجمعة الماضية أن أكثر من مائة من العملين لديها قتلوا في قطاع غزة منذ بث الحرب